فيما يخص الدوري الأسباني فبرشلونة بطلاً للدوري الأسباني منذ لحظات برشلونة يفوز على إسبانيول 4-0 في الكمة الكتالونية الشهيرة ويحصد رسمياً لقب الدوري الأسباني للمرة 27 في تاريخه قبل أربع جوالات من نهاية مسابقة اللاليجة برشلونة مع تشابي بدأ بدأ يسطر إنجازات ويبني للمستقبل بشكل رائع جداً فليوم برشلونة بطل وقبليه منشستر سيتي بطل إكلينيكياً مش رقمي يعني لس بس كده كده هيخد الدوري الإنجليزي قبليهم نابولي بطلاً للدوري الإيطالي فاينورد في هولندا النهاردة حسم الدوري الهولندي بعد احتكار كبير لآيكس مع تينهاج تينهاج مشي فآيكس خسر الدوري الهولندي وفاز به فريق فاينورد النهاردة لسه الألماني منافسة صعبة جداً بين دورت ومنذ باعر النميونيخ لسه الأمور لم تحسم وفرنسا أيضاً الأمور لم تحسم بشكل بات لباريس سان جرمان بتخلص الدوريات الأوروبية والأمور بتحسم خلاص وانتهت ودورة أبطال أوروبا على وشك لانتهاء دورة أبطال أوروبا اللي هيبقى فيه يوم الثلاث انتر وميلان مباراة العودة بالمناسبة رفايليا وعادل تدريبات ميلان وهيبقى مشارك أهم نجم في ميلان هيشارك في مباراة العودة قدام انتر كنت تفاكين المباراة الماضية ومباراة الزبكة خلصة 2-0 لي انتر يوم الأربع ريال مادريد ومانشستر سيتي في إياب نصف النهاية دورة الأبطال أيضا مباراة الزبكة تخلصة 1-1 ويوم الخميس اليوبي هيواجه أشبلية في مباراة العودة وروما إيس روما هيواجه بايل ليفاركوزين بتخلص المباراة والمباراة الأوروبية المتعة الحقيقية يعني كده كده احنا لسه عادين مع بعض شوية هنا في الدورة المصري هيسلينا يعني يعني حلوة الدورة المصري انه ما بيخلص حلوته عن كل المسابقات اللي في العالم كده كده الدورة بيطول ومنخش في الدورة اللي بعده فبنكمل الدورة اللي بعده فالبطولة الوحيدة اللي مش بتهزها منها عشان هي طول الوقت موجودة يعني شغالة معنا او بمعنى اضاق كده مش بتهزها من غيرها